اشتركوا في القناة بس عابد هو يلي عمل معك هيك طيب قديش رح نضل هون ليش ما عجبك هون لا مولا هيك سألت بس تكون جنبي ما بيفرق معي وين ما كنا نكون يا عبد الحي بس اللي شاغل بالي شو رح بصير معنا بعد كل هادي اللي صار شو رح بصير بحالتنا نايا انا نيتي واضحة كتير معك الليلة كان عندي اخر حساب كان لازم سكره مشان ارتاح وهلا خلصت عن جد خلصت كل شيء من ناحيتي انا خالص كل شيء هذا علي افتحي له الباب خلي يجي اهلا وسهلا علي انشغل بالي دغري يجيد خير ان شاء الله ليش قاعدي هون خير يا علي خير فوت لجوا ورح تفهم بسم الله معلمي اهلا علي انت دبرت كل شيء ما هيك؟ متأكد انو لازم نعمل هالشي؟ ايه متأكد هلا جماعتنا رح يطلبوا تشريح الجسة جوا بدي ياكي تدخلي عالتشريح مع الدكتور اكرم وبتحلوها هنين جوا طالما الجسة محلوقة الدين ايه احتمال كبير ياخدوه من السنان جيبي لي محرمي عليها كحول هذا رب واحد منهم لعب الحي من ناحية البنية جيبتي العينة بعتقد هي كافية كل شي متل ما حكينا ما لازم حدا يعرف محلة أنية الب ايه لأه طيب و ليش ما خبرتوني لإلي تعالوا عود يا علي رح بحكي لك انتوا هلأ بمكان الشايب و بحمايته كمان وحاليا رح تظلوا هون وانا وكارا رح نهتم بتدريبكن طيب شو رح نعمل مع الوقت رح تشوفوا شو رح تعملوا بس قبل كل شي اللي لازم تعرفوه انكم رح تخدموا اللواء الاسود شو هو اللواء الاسود لواء حرب الرسول غير هيك كان من اول الوية الاتراك اللواء الاسود رح يكون واقف مع المظلوم لا ينهي ظلم الظالم معنات انت لو ما اشتبكتوا مع ايفان هنين كانوا رح يشتبكوا معكم نحن سهبينه نبخطوة يا كارا معلم بتعرف بالاخناء اللي كمات ما بتنعد هاي بس لك ما وحده كارا قد ما اسسنا اللواء الاسود على مهل وقدرنا ننفذ العمليات تبعنا من دون ضجة قد ما بيتأخروا حراس المعبد لحتى ينتبهوا علينا بس يا معلم ما في امكانية تقدر تتحرك بالبلقان من دون ضجة كارا اي حركة تفجير رح تخلي حراس المعبد انتبهوا هالمرة لازم نكون هاديين حاضر يا معلم وهلأ لوين رح الروح عى ازربيجان بلاد الاخوة ها مثل ما بتعرف عضو من الختياريين قتل بازربيجان بدك تلاقي الرابط وراء عملية قتلهم وبطريقك بتجيب فرسان جداد من اراضي دولتنا ما قدرت لاقي العلبي اللي مو معروف شو هي ومين بعدها خليك متابع بحثك لتعرف شو اللي صار مكاننا صار مكشوفة عليهم برأيي ضروري نطلع من هون هاي العملية ما نعاملية من بره لو كانت عملية من بره ما كانوا كتفوا انه يهاجموا نظامنا الالكتروني عفوا سيد ريتشارد بتشكوا بشي حدا لهي اللحظة لأ طيب كيف بدنا نتحرك متى ممكن تتركني مع عبد لوحدنا عبد بدي يكتب حسب الموضوع لوحدك وتقدم تقرير بالموضوع اللي قالي أنا تفضل تعاليا نيهاب ارتاح مبارح الراس المعبد فلته من ايدينا باخر لحظة بعرف كل شي صار يا نيهاد احتمال كبير تكونوا رحتوا على المكان يلي عم يعملوا فيه احتفال قبول عابد بعدني ما نمسدق كيف عابد قدر يعمل هيك شي نيهاد عبد الحي ما مات كيف معلهم؟ يعني نفد من القنبلة بس طبعا الكل بده يعرف انه عبد الحي ميت يعني عبد الحي عايش؟ عايش وهلا عم يرتاح انا جبتك لهوم رجح نحكي بموضوع تاني بدك تترك الكي جي تي يا نيهاد ليش انا عملتش غلط؟ لا لا عم فكر كلفك بمهمة تاني الشوارع هند الشرايين المدن والكي جي تي ما عم تكون فعالة وتأثر بها الشرايين نحن بحاجة لشخص زكي يقدر يجس نبض الشوارع ويقدر يتعامل على هواها سمعت جدك وابوك لساته بالشارع عم تلمع لهيك حابب تستخدم هذا الشي وتكون صاحب كلمة بالشارع مثلهم يعني رح انزل تحت الارض؟ بالضبط رح كون انا وعاكف في القصة؟ لا عاكف يمكن يكون عنده علم بمهمتك بس حسب طريقك ممكن تكون ماشي ضد العاكف كيف رح اشتغل لوحدي؟ في حدا تاني بتحب انه يكون معاك؟ نجدة ابن اخته لزازة بكتاشت بعضه الفقار ويمكن احسان ما بيشكي ماشي شايف انك مضبط فريقك هاي الساعة وقفت وقت اللي توفى ابوك ابوك كان يشوف الوقت من هالساعة ولا هلأ من وقتها ما اشتغلت من هلأ ورايح هي الالاك هاي الساعة بدي تكون بايدك على طول وارتباطي معاك رح يكون من خلاله بس انتبه اذا هاي الساعة وقفت اوتوماتيكيا معناتها بالضياق تتصف فيدي باسرع وقت الشغلات اللي لازم تبلش تعملها رح يشرح لك ياها تيمور شكرا ملي تعال نشوف يلا تيسر الله يقوم معاك ترجمة نانسي قنقر شو مفكر حالك عم تعمل شو مفكر حالك عم تعمل شو مفكر حالك عم تعمل انا ما عملت شي الحادث بنتك اللي عملته بنتي بتبعد عنه بدال ما تتشكرني جاي عم تعذبني بس لو ما كانت البنت بنتك انت شو شغلتك مع بنتي عادي كانت صدفة الحمد لله اللي كنت جنبها شوف كان حادث كتير فضيع وكاميرات المراقبة نسجلتها كمان كل شي كان من ترتيبك مو هي ليك لا تقلق هاي المشاهد مو موجودة إلا معي وبس وكل الأدلة نظفتها وما رح تطلع هاي الأدلة على العلن إلا تطلب مني انت شو نوعك من البشر محبل الخير ونحن نعطرين منك مساعدتك من شان جمعيتنا لرجال اللي كانوا مسؤولين عن قتل البارون الروسي بصربيا قدروا يهربوهم من السجن سيدي منعرف مين يلي عمل العملية وقدر يهربوهم؟ الدولة التركية فريق له علاقة مع الكاجة نحن نضيفوهم من المشاهد راحوا عملوا العملية بصربيا مشان ينطفوا يلي وراهن هاي اول حملة لالهم حملتهم التانية ممكن تكون بباكو مشان ياخدوا بتار عضو مجلسهم يلي صفينا لونيا اكيد رح يتجه لانيك شبت امره سيدي شبت امره سيدي شو خير يعني هاد شو عم تعمل بهالحيات غير انك تشرب دوسع لي شو همك وشو هو هدفك عم نركض بهالحيات يلي بيناديلي بروح لعنده متل الورقة اليابسة من اي جهة بتهب الريح بروح معاه معناها عطوليا احسانا تتحرك بس ما عندك هدف وانت يا نجدت شو هي اللي رابطك بهالحيات غير تاخد دار خالك ولثي وانت يا بكتاش شو ما بيقلي عمي بعمله اخي علندار واخي ميماتي واخي عبد الحي ماتوا وابي مات والشوارع ضلت للكلاب والاطباع ونحن قاعدين هون من شان يجي حدا ويقلنا يلا امشوا حتى ما بنعرف يلي عم نعملوا من شان شو ما ععد عندي صبر استنى اكتر من هيك الكي جي تاي ما في إلا عم تلهينا مو معروف شو عم نعمل مو معروف مع مين عم نحارب بس الشوارع ما فيها إلا الكلاب هون وهون وانا راجع على الشوارع من جديد كيف يعني هاد شو هي خطتك اول شي رح ارجع يلي هو لعيلتي وبعدها رح ارجع الشوارع لأصولها ولا تسألوني لوين رح بتوصل انا رح اطلع على الطريق مثل ما قال اخونا على المدار يلي بيفكر بنهايته ما بيكون بطل انت إلا يا نجدت؟ إلا يا نهاد وانت يا بكتاش إلا؟ إلا يا نهاد احسان انت إلا؟ تحتاج 통OH ببتاز المنطقة ما شوي حكيت مع رأسكون؟ قال لي أنه رح ينفذ عملية وهي العملية ضد رئيس وزراء تركية خلال رحلته لإيران صاحب الجلالة عنده علم بهي العملية؟ راسكون على حد علمي ما بيعمل عملية من دون علم صاحب الجلالة بس هاي العملية ممكن تقلب كتير من التوازنات طيب شو رح بتكون مصلحتنا من هادا الشي كله؟ المنفذ روسي المكان إيران والهدف تركية روسيا مهتمة كتير مشان نمنع التقارب الإيراني التركي بالأون الأخيرة لهيك في دافع سياسي راسكون إذا قدر ينفذ هاد الشي راح نكون حصلنا على اللي بدنا إياه اقتصادياً وسياسياً بكل راحة سياسياً قدرت أفهم بس كيف راح نحقق مكاسب من ناحية الاقتصادية؟ عطيت تعليماتي مشان نبيع السهمنا اللي بالبورسة من تحت الطاولة هاي العملية اللي راح تنعمل عن طريق رئيس الوزراء خارج البلد راح تزيد شكوك تجاهنا وخاصة بعض العمليات اللي عملناها بالفترة الأخيرة تركيا بلشت تهتم بالأمن الاقتصادي وتراقب شو عم يسير؟ هنين لابن ما يحلوا هالشغلة نحنا راح منكون وصلنا لهدفنا ما لي موافقتك بالرأي الأمور تغيرت الدولة وكلت مؤخراً للمدعية العامة ليلة مشان نتحقق بحركة حساباتنا هاي كانت حبيبة علامدار وهي المرة نفسها اللي قتلته لأخونا المرحوم جاك مارغريت كانت تعزو كتير لجاك مارغريت كانت تعزو كتير لجاك سبق بتركيا أتلنا مدعي عام أو قاضي؟ سبق بمرات محدودة اضطرينا نقتل كم واحد من شان تمشي مصالحنا طيب مثل ما بيقول صاحب الجلالة يلي بينعمل مرة ممكن يتكرر بكل الأوقات وأنا ممكن نقوم بهاي المهمة بكل سرور تفضل عفوان استاذي اجي السيد كوكتشير ماشي تفضل أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يا حضرتين داعي شو التطورات اللي صارت معنا؟ حسب الدراسات اللي عملها جهازنا للأمن الاقتصادي هاي هي اضبارت أهم اسم موجود ببلدنا وبيتعاون مع اللوبي اللي عم يعمل عمليات المضاربة المالية بالبورصة التركية لمصالح دولية عمليات هالشخص اللي نفذ بالبلد لصالح جماعته من حراس المعبد سببت مع الواد أن تساهم بزعزة اقتصاد بلدنا والأرباح اللي حققها من أسوأنا المالية بهي الطريقة بتشكل مبلغ كتير كبير حضرت المدعية الارتباطات الخارجية لهذا اللوبي قوية كتير وفي إلى دعم الداخلي الكشف عنهم لهدول بهالمرحلة ضروري من ناحية المال والاقتصاد وأهم شي من شان مستقبل بلدنا السياسي المعلومات اللي قدرت حصلها من خلال البحث والتدقيق بعمال مضاربة البورصة طلعت متطابقة مع هالملف حضرت المدعية باستخدامهم المصاري اللي عم يسلبوها من عرق شعبنا بطرق غير شرعية عم بتخليهم ياخدوا مكانة فعالة ببلدنا بقطاعات الطاقة والمناجم والابنوك والإعلام يعني كل مرافق البلد ومن خلال استخدام هاي القوة عم يلحقوا أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني وطبعا عم يقللوا من اعتبار دولتنا بالمحافل الدولية من حيث الناحية المالية والاقتصادية معناتها نحن كمان رح نحط كسبون الغير شرعي تحت المراقبة الشديدة ورح نوقف تأثيرهم بهذا القطاع الاستراتيجي مهم بعد ما تدخل على نظامنا كل التحقيقات تبعنا بإمكانكم تتحركوا ونحن جاهزين حضرة المدعية العملية تبعنا رح نبلش بقى قرب وقت ممكن صدق حضرتك بتحب تسحب؟ ورقة واحدة شبك نجدد بكتاش انتو تجولوا بهي جهة احسان انت تعال معي اهلا وسهلا معلمي هاك اي طاولة بتحب تقعد عليها؟ شو هاي؟ معلم هدوط العجداد ولك هاي ما قالها ايد كلياتهم ديجية المعلم والايد تبعها قال انه بتوصل لتالقبيب وكستريكا وكيف بدفع؟ ببطاقة الاعتمان معلم موسيقى اي جاي موافقا يا هاد ترجمة نانسي قنقر انا ما بحب الخسارة يا ابني روح قللهم يجيبولي مصاري كاش ماشي معلم معلم شوف عم يسحبوا المصاري شو اللي عم يصير مين هاد معلم نهاد ابنه لشادر ايه وشو بده معلم هو ما بحب يخسر وقال كمان بده مصاري قلت اللي بده مصاري بخير شباب شوف اتكون بدنا مصارينا قدش بتكون خمسة مليون اعطوهو المصاري اللي فزروع وخليون يروح حاضر هدول خسارة اليوم بس لك انتي شو عم تحكي جيت لمكان بلتزار تاخد جزي يعني هاد شاكر شو رأيك ملاه الولداني احسن ما كسر لك رجليك ولا نلعو من هون هالمرة سماح انتي من مكان مين عم تقلع مين ولاك مين عم تقلع معناه تبلش عجل اللي رح يصير فيه مين 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 اشتركوا في القناة 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 سكر المحل مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة